اشتركوا في القناة 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 يعني زيادة الوزن اللي واحد بيقعد ساعات طويلة مثلا بينام الساعة واحدة بالليل أو الساعة اثنين بالليل الوقت الدراسات الجديدة الوقت هي لقت ان هي اي حد بينام اكتر من ثمان ساعات او بينام اقل من سبع ساعات الوقت النوع الثاني بتاع السكر الحدوثه بقى زياد هل الموضوع ده نتيجة عشان اللي بينام عنده لخبطة في النوم وزنه بيزيد فزيادة الوزن بتأدي للسكر او دي حاجة دارك للريتد ان هو موضوع للنوم لخبط النوم بتقادل السكر فيادرس اثباتت كده ان حدوث السكر بتقادل ركت اعلى كتير في الناس اللي بتنام اقل من سبع ساعات او اكتر من ثمان ساعات حاجة دكتور لو بتفرق في الاوقات يعني النوم في الفترة الصباحية او الفترة المسائية لا احنا عم نحكي عن النوم هيدا القيلولة نص ساعة ما بتس نحنا عم نحكي عن النوم بالليل انه مطلوبنا ننام حوالي سبع ساعات لثمان ساعات هي مثل يو شيب يعني اذا نمنى كتير بترتفع المشكلة واذا نمنى الليل بترتفع المشكلة فالاحسن شيء انه ننام على السبع ساعات المطلوب انه ينام الانسان حوالي سبع على ثمان ساعات بالليل ونحنا بنعرف انه في كتير دراسات حكيت عن هذا الموضوع انه بس عند مرضى اللي عندهم سليب أبنية مثلا لما بيقل نسبة النوم عندهم الحقيقة بيصير في استياد بالمتابوليك سندروم يعني كل المشاكل بيزيد الكورتزون بجسمه للانسان السكة فالمطلوب انه المرضى ينامه حاول قدر الامكان سبع لاتمان ساعات كمان في استياد يعملوها على الرزيدنت على الطلاب انه له انه افضل شيء للنوم الصحي اكتر شيء لقدرة التركيز قدرة التحركهم بالجسمية سبع اتمنى الساعة يعني المرضى يتبعوا سلوك الطبيعي اللي هو انه فترة المساء والصبح يشتغلوا فيه بدل ما قال لان فترة جديه كده من الشباب يعني عكسين الليل مهار هذا نحنا حكينا فيه مرة اللي بينام بالنهار والبنام بكير وصرنا عم ندخل بشكل نحنا بس عم نحكي على الفترة نفسية فترة الوقت ساعة ساعتين ما بدنا نفوت بالتفاصيل نحنا عم نحكي بشكل عام طيب يا دكتور جلنا كمان سؤال عن الحند الامين وعلاقته بصحة الخلية يريد حكي توضح لي يا دكتور سؤال طبعا دي الأبحاث اللي لقتي طبعا فيه في الأحمد الأمينية اللي هي بتكون البروتينات فيه اللي هو الحمد الجلوتامين وده الحمد الجلوتامين موجود في الخلايا في حاجة كتير جدا في الجسم ودي قدرة على على نمو الخلايا ولو حصل أي استرس على الجسم حصل حادثة أو واحد عمل عملية فاللي بيحصل ان هو النمو بتاع الخلايا بتحسن مع مراحب ياخد الجلوتامين فده نعمل أمينو أسد اللي هو بس مهم جدا ان احنا ناخده خصوصا في الحاجات الاسترس الواحدة مثلا لو عمل عملية او تعرض للحادثة يفضل ناخد كميات كبيرة من الحمد الأمين ده مية بالمية الجلوتامين مثل ما قال الدكتور حسام انه هيدا الجلوتامين هو حامد أميني موجود بمتوفر هو بسموه يعني مش ضروري انه نحن نزيده على الجسمناه بس بيصير ضروري لما بحالات انه واحد عمل الترومة ولا عليل ولا حروق ولا كذا هلا كمان الدراسة شو بيانت انه هيدا الجلوتامين لما اجو جربوه عطول الفيبرو بلاستخ بعض الخلايا لقوا انه بتزيد قدرة الانتاج على النوع البروتين اللي بشكل أنسجي طبعا جسمنا اللي هو الكولاجين فلما هيدا البروتامين بيعلي الكولاجين فكتير ممكن يفيد للناس اللي بيركدوا أكتر من الزيم مثل الناس اللي عندهم معرضين لمشاكل بالغضروف نتيجة الركض ولا نتيجة بخبطه ولا كذا فهدول ننصحهم انه يزيدوا طيب ناخد معينا اتصال من أستاذ محب من نيورك علو مساء الخير يا فندم أهلا وسهلا أستاذ محب أهلا وسهلا أستاذ محب أهلا وسهلا بحررتك سؤال حضرتك يا فندم زي حضرتك الحمد لله أنا مستمتع بصراحة للبرنامج العظيم والعلامة الكبيرة في الطابلس أكيد طبعا يا خليق أستاذ محب إزايك أستاذ محب الحمد لله أنا طبعا دخلت معاكم في المداخلة دي أهلا أحييكم على البرنامج كمين شكرا ويسمع في الوقت أنا من ضمن مرضى الضغط أيوان أنا بقعاني فعلا من مشكلة الضغط بعد الشارع على حضرتك تفضل يا فندم سؤالك دلوقت الضغط عندي ساعتنا يهي 170 على 100 ساعتنا يهي مية وستين على خمسة وسبعين أقبل هي مية وسبعين على تسعة وتسعين وساعات وصل لمية وعشرة اذهبت للدكتور الخاص بإعلاجي داني دواء جديد اللي نفسي استعمليه لأن الأدوية تحت ضغط كتير جدا وليها يا صايد ستيت خاصة على الكلام فدلوقتي أنا حاليا باخد دواء بطريقة منتظمة دواء جديد بس الجهاز اللي أنا بعيد به وده برد سؤال عايز هو الجهاز الدكتور حسام الدكتور هالي هل الجهاز بيرى القراءة المضبوطة ولا الواحد بشك في نتيجة القراءة بتاعت الجهاز شكرا أستاذ محب طبعا موضوع الضغط طبعا زي ما حراك قلت الضغط مئة وسبعين أو مئة وستين أو كده الأرقام عالية جدا والمشكلة إن هما الضغط بيسموه يعني هو الضغط لو سدناه في الأرقام دي ممكن لواحد ما يحسش بأي أعراض بس الضغط طبعا عالي فده بيقدي لحدوث سمك في عضلة القلب وده في المستقبل بيقدي مشاكل بنسميها هارت فيليب مشكلة جامدة جدا وعلاجها صعب فالذلك يبقى مهم جدا أن نحن نزبط الضغط اللي بيحصل مع الضغط إنه هو الضغط بيزيد مع الوقت يعني الواحد لو عنده ضغط ممكن ضغطه حتى لو بيأخد علاجه ضغطه مزبوط الثاني البعاديه هالضغط بيزيد أكتر فلازم إحنا بكون متوقعين أي حد عنده ضغط لازم يكون عنده التوقع إن الضغط بيزيد إنه ما يتخد حصل التغيير حاجة الثاني حاجة إنه هو أي مريد ضغط لازم يكون عنده حاجات اللي هي الواحد ممكن يقبل إنه ياخد دويين أو 3 أدوية أو 4 أدوية أول واحد لو أخذ ده واحد ده مفروض كفية ده واحد لا اللي عند ضغط لازم إحنا من الأول بنقوله ممكن تاخد دويين أو 3 أو 4 المشكلة الحركة اللي بتقولها الوقت إنه ممكن لو واحد بيأخد علاج ضغط ضغطه وبيتزبط فيقول خلاص أنا ضغطي خلاص راح من الضغط فالناس في ملش عالده بتاعها ممكن تاخد يوم وتبطل يوم عشان ضغطها مزبوط فلازم إحنا بردو راح اللي لازم ياخد دواء بانتظام الحياة اللي بتحصل أثناء حياتنا الطبيعية اللي هي بتلخبط بقى موضوع الضغط اللي هو طبعا الملح بتاعنا في الأكل ودي حاجة طبعا إحنا بنسبة الجالية عندنا طبعا موضوع الصوت انتيك عندنا مش مزبوط خالص الموضوع اللايف ستايل بتاعناcoming بناكل فأوات متفرقه بنكل الساعة واحدة بتليل والساعة عثنين بليل النهم بتاعنا بتبهدل فعندنا مشكلة في النوم فدي بردو ترفع الضغط لحمة عندنا موضوع När томة بالليل الناس للمین الموجودة بالليل بسببت نوم بتش betrayal ولمشكل اتنوم نفسيها بتخلي الضغط ما التفذلش حتى لو اخدد علاج دي فدي استعواماع الكتير جدا لو احد يدور عليها وياخدها لكن الواحد لو عمل الفورمولا دي وزابط الأدواء بتاعته وزابط لايفستايل بتاعه وضغط فيه دي يكون مظبوط بالنسبة للأجهزة ودي حاجة كلمنا عنها قبل كده أجهزة الضغط مش زي أجهزة السكر أجهزة السكر دقيقة أجهزة الضغط للأسف لغاية وقتها ما فيش جهاز نقدر نقوله أنه هو مظبوط 100% فالواحد لو عنده جهاز ضغط في البيت وأس ضغطه ممكن يقيس ويعيد الإياس بعد خمس دقائق هلاء رقم مختلف يعيد الإياس بعد خمس دقائق فده يقول لنا الأجهزة دي مش دقيقة فإحنا ممكن ناخد صورة عامة عن ضغطنا بالأجهزة دي بس مش ففوض نعتمد عليها قميقاس إنه إحنا ضغطنا بأكده الواحد لازم يروح للدكتور الخاص بي ويشوف الضغط بتاعه ويزابط العلاج بتاعه على حسب ما الدكتور يقوله يعني هلأ بالنسبة لسؤاله إنه شو أداء مكانات هن اللي فيهن الميركري اللي بيعتمدوا على الزئبق هني أداء مكانات لإياس الضغط هلأ فيه شغل كتير سهلي فيه أعمل أنه جيب المكانة تبعتك وتع عند الحكيم آرين ضغطك وانت وعند الحكيم إذا نفس الضغط عم يطلع بمكانتك ومكانت الحكيم معناته مظبوط معناته الحجي منك بش مش تليب المكانة نتمنى حضرتك أستاذ محب السحة والعافية يا رب إن شاء الله وناخد فاصل وأحب أذكركوا إن إحنا بعد الفاصل حنواصل حملتنا ضد التدقيق مع دكتور حسام ودكتور علي فانتظرونا شكرا المترجمات في سيريا ليست جدا البحبة بين العرب والإخاء والتواصل يربطها جسر ERT تقدم برنامج منوع يربط بين الوطن والمهجر ويسلط الضوء على جميع القضايا التي يتهم العرض في الأمريكا دين فن ثقافة مقابلات مسابقات حوارات الجسر الجمعة في هذه الأوقات على قناة ERT المترجمات في الوطن والمهجر كل مشاهديننا وحلقة جديدة من برنامج يا سلام أهلاً بيكم وحلقة جديدة ويا سلام الشجعة والصراحة والنفاف والخد والحاجات دي كلها يالا بيه الإعلام ما اتجابني كله عجات دلوقتي بقت بك واج . سلام عليك . أنا كذب . ده قبل الجواز طب . طبعا قبل الجواز . خالي حاجة تيجي علي بي . أنا بالنسبالي الحياة مع الحيوان أحسن . من هي الي تستعمل . اللي هقولو ده تسمعو . وتنفسه زي ما بقولو . ماشا باشا . شوفوا لي انت عايزيلا تحت عندي . تقول حاجة عج . يا حاجة ممكن تعصبني بطول . يا سلام . الخميس في هذه الأوقات على قناة إي أرتي أخبار فلية متنوعة نشارك يا راسميح عبر صفحاتها الخاصة على الفيسبوك في الفيديو وهي عم ترقص مجينة تنجار وتصميحة مطيرة للجدل غنيت مرة واحدة مع نوار كيف تتجرب أن تبعني مع فنينة مشهورة أول شي خفت بس بعدين هي كانت كتير مهرومة معي أبدا ما خلتنا حسنها الفرق يعني باينة وباينة أو شي هذه الضوء يفضل تجديد أغنية قديمة على اختيار أغنية جديدة جينا فكرنا شو الأنصر غنية وكتر غنية لعنى ما يتحبه وقرار كان المتوزل بشيطة المخرج جاتشويري يكرر فكرة كليب مريا مع جنة نفس المخرج مكرر العملين مع فنينتين أنا مش فطن بشبهه بعد مبارك من برنامي جوتو ودائما عبر شاشة لي في أطيق أمريكا وأستراليا ومباشرة على الهوى من استوديواتنا ببيرو أطيق الخميس في هذه الأوقات على القناة يا أنت عايزة تاني عايز دي خلص في إيه أنت لا بعد إذنك وأنا أنا عايزة أبقى أخرون أبقى أخرون أقسم بالله والمصحف أخليها هنا مهزلة أنا عايزة أمشي وعايزة أكمل ده أبقى مستخدمة أنا مش حاجبيني وبيل المدى ما أبصتها ليه بصت عدقية إحاك لسه موجودة النظرات لسه موجودة أنا مش هتكمل مع الإنسان أزيب أأمل آخر لو سمحت مش هتكمل أهلاً بكم مشاهدينا مجدداً في برناباتكم نيارد دكتورز وفي حملتنا ضد التدخين هنلتقي مع دكتور حسام ودكتور علي في حلقة النهاردة هتكون خاصة في عجالة عن محاربتنا لموضوع التدخين لأن دروقتي موضوع بيشغل جميع المشاهدين ونتمنى لكم الصحة والعافية دكتور حسام ودكتور علي أهلاً وسهلاً بيكم أهلاً فيك أهلاً وسهلاً للمشاهدين إحنا برضو زي ما تكلمنا لحالة الماضية على الموضوع التدخين وإن شاء الله 2015 تكون السنة اللي احنا كلنا نبطل فيها تدخين المدخنين وإن شاء الله دي برضو عامل مهم جداً بالنسبة للصحة بتاعتنا فإحنا برضو هنبتدي الحلقة اليوم والحلقات القادمة إن احنا نتكلم بالضبط إيه؟ إيه بالضبط السجارة؟ الموضوع السجارة مش موضوع سيجارة مش موضوع نيكوتين الموضوع أكتر من كده بكتير يعني إحنا حبينا نخبركم شو عاملت دخنه إيه لأي حد مننا بيدخن بياخدوها بيدخن السجارة؟ إذا جينا نبلش عمالة الشمال نتطلع أول مادة هي الموجودة بالأمبوب هي مادة الأمونيا هي المادة اللي بيستعملوها بنتو بالحمام لتنظفوا الحمام؟ يعني أي حد بيع بيينظفوا كلنا في البيوت الريحة نفسيها والأمونيا المادة نفذة جدا والمادة دي يعني بيتموت كل حاجة تخالي المادة دي موجودة في السجارة اللي بتاخدوها كل يوم نيكو بعد كده عندنا هو النيكوتين بحد ذاته هو المادة بيتموت السراصير هو انسكسي طايد للمبيد الحشرات يعني ده النيكوتين وبعلي كده في عندنا مادة التلوين التلوين المادة اللي هي لو أي حاجة في الصناعات بيدووبها الحاجات لو في حاجة دهون أو شحوم عايز تدويبها بنستخدم مادة التلوين فمادة عنيفة جدا موجودة فتخالي دي مادة بتدخل جوا الرأة بتاعتنا ممكن تدوي بإيه كمان في مادة الإكزامين اللي هي نستعملها لنشعل الباربيكيو فإذا انتم عم تعملوا مشاوي وحبيتوا تشفوا اللحمة تحطوا موجودة هاي دي الإكزامين هي موجودة بالسجارة نيجي عندنا الستيريك أسد ده اللي هو الحاجة الواكس اللي هو الشامع الموجود في الكاندلز فده موجود موجود في السجارة ودي حاجة بندخلها في الرأة بتاعتنا كل مرة بدخل سجارة كمان شي أكيد انه بقلب السجارة في مادة الكاديميوم اللي هي بيستعملها بالبطاريات وهي مؤكدة من المواد المسارطنية وبرضو عندنا برضو عندنا الكاديميوم اللي هو الموجود في البطاريات والكاديميوم ده حاجة ممكن تسبب سرطانات موجودة لها المادة دي موجودة جوة البطاريات بتاعتنا في البيوتين كمان اللي بيستعملوه بالقديحات باتف captivating cidade africa الاني aquellME في عندنا مادة Cory هذا أحيان يمكن أن يراحه القيادة لمن sug الغاز اللي بيطلع القلب المجاة سمى في بلبا و 200. عندنا الزرنيخ اللي هو الارسينيك اللي هو البيزن ده موجود جواه السجاية. هو دي سمي يعني. وكاربومونوكسايد طبيعي هو الغاز الثاني اكسيد الكربون اللي هو موجود من طلعه. ومثل انه اللي مادة مسممة يعني. وكمن موجود بعد السجاية. فانتو هود اللي عم تدخلوه مش بس النيكوتين. نيجي بعد كده في الاسلايد التاني. التدخين بيسبب بيسبب سرطان. يعني دي حاجة اثبتت من سرطان الرئة بس. سرطان اللسان. سرطان المريء. المريء. الحنجرة. البروستات. البروستات. البانكرياس. المعدة والكولون. فكمية سرطان جاملة جدا. فهو التدخين نفسه بيأثر في خلايا الجسم يسبب سرطان. مشكلة بالدخان انه بيجي بيمنع بينزع الخلايا. نحن في عنا بتكاتر بشكل مستمر بقلب جسطنا. هاي دي هي اللوحة اللولبية تبع الانسج. ديني. ديني. ديني تبعنا. الحامض الامينة. الحامض الامينة اللي بيشكل جسمنا. هو في عنا انكسام بشكل مستمر بشكل مرزم. اللي بيعمله دخان انه بيمنع هادا الانتظام. ففيه بيصير في التكاتر غير منتظم. طبعا السرطان بيبقى الخلايا بتتجنن يعني الخلايا بعد انكسام بتاعها طبيعي بيبقى كله غير طبيعي. فده بيقدل كسر التكاثر بتاعها وبيقدل في الاخر لامراض امراض السرطان. هلا هيدي صورة نووية لانكسام الحامض النووي بخلية سرطانية. وهلا حنفرجيكم شو ممكن يعملنا بكل جسمنا. هيبلش دكتور حسامي خبرنا. يعني ده ده صورة عضم وواضح فيها طبعا الاستيو بروسس اللي هي ان العضم نفسه فيه فيه جدا في العضم. دي بتحصل طبعا في السيدات بس الناس اللي بدخن كلها عندهم عرضة ليحصل لهم وعضم بتاعهم يوصلوا مرحلة الضعف في هذه. كمان هايدي التحابات النيرة هيك يعني مش بس خيال مارل بورو انتو هتكونوا. كمان هتنزعوا. يعني تذكروا ان هاي المشاكل اللي بتصير بالنيرة والتحابات اللسة هايدي بالنورة الدخان. بريو دانتل. بريو دانتل كلهم هودي بيصيروا من اسبابهم الاساسية هو الدخان. بنيجي السورة اللي بعديها. طبعا اي حد بيدخن بيعمل عملية بتحصل له مشاكل بعد العملية يعني الجرح بتاهم بيلحمش. بحصلوا التهابات بعد العملية. بتبقى اكتر مع التدخين. فكل مضاعفات للعملية كلها بتحصل مع التدخين. هلأ كمان هايدي صورة الرواية عند المدخن. يعني بدل ما تكون زهر ونظيفة طلعوا كيف شكلها. كلها مليانة هيدا الاسود اللي منزوع الرئة. بيسموها بيسموها البلاك لانج. فاللي بيدخن الرئة بتاعته كلها دي شكلها كده. دي بتقدل الانفيزيمة بيحصل له ساتان في الرئة. فالرئة بتاعته طعم بتعرض لكمية ضرر جمدة جدا. هايدي مشكلة الشرايين هي واحد من الاسباب الاساسية لمشاكل الشرايين. عند كل الناس اللي بيدخنوا. هي هي التدخين بحد ذاته بينزع الشرايين وبيؤدي الى تلف الاعضاء. متل ما شايفين بهادي الصورة. كيف عم تفقد هايدي الست العجوز? كيف عم تفقد اصابيع واحد وردتاني? طبعا دي الناس كلها اللي عندها بتدخل. بيبتدي عندها حتى ما بيبتدي يمشي. بيحس ان عنده تخلصات في الاجليه ما بدرش كامل ماشي. اللي بيبتدي اطراف بتاعته وبتدي تسود منه ويحصل لها آآ غرغرين ازا اللي حصل في الصورة دي. هلا كمان حيفرجينا صورة هايدي المريضة بعد ما شايلولا هيدا الطرف من جسمها لانه انتزعوا هدول. ما بقى فيهم دم ما عاد عم يصلن للشرايين لانه اش صار في تلف بالشرايين نتيجة الدخان. نيجي بعد كده اللي بيدخن طبعا بيحصل له حالة زي يعني بيبقى الضافر بتاعته بيحصل لها آآ زي ما هي باينة في الصورة كده. تبقى ورمى شوية كده. ايه يعني ورمى هيك الضفر بدين ما يكون الضفر جالس بيصير شكله هيك. هيد نتيجة النقص بالاكسجين لانه هيدا المريض كمان بيصير عند مرضى القلب كمان بس هذا بشكل اساسي احنا حبينا نضوع عليه عند المرضى اللي بيدخنه لانه بسبب نقص الاكسجين. فدي حاجات بسيطة وطبعا دي صور اللي هي الاي سيجرس اللي هتبقى من حاجات اللي احنا نتكلم عنها في الحاجات القادمة ازاي ان احنا نساعد السادة المشاهدين ان هم يبطلوا التدخين. نحنا حنقول لكم بالحرقة القادمة ازاي هاودي بيفيدوا ولا بيدروا. هل ياتور عبننصحكم تستعملوهن للدخان ولا لا. الاف دي اي بيقلكن لا بس نحنا هنخبركم بشكل اداء. شو لازم تعملوه لتبطلوا دخان. شكرا دكتور حسيم شكرا دكتور علي ونتمنى يا رب كل المشاهدين ان هم يستجيبوا معنا لحملتنا ضد التدخين وان شاء الله يتواصلوا معنا ويقولون لنا فعلا ان هم ابتدوا يطلقوا عن التدخين يا رب من اجل صحة افضل وتفايدين لجميع الامراض اللي احنا شفناها. ودلوقتي احب اناوه لكم عن عن ضيف حلقتنا النهاردة دكتور ردوان شابسغ اللي حيحدثنا النهاردة استكمالا لموضوعنا عن امراض الزكورة امراض الرجال حوالين امراض البروستاطا افكم معنا فاصل وانواصل شكرا. موسيقى البحبة بين العرب والإخاء والتواصل يربطها جسر ART تقدم برنامج هنوع يربط بين الوطن والمهجر ويسلط الضوء على جميع القضايا التي تهم العرب في الأمريكتين فن ثقافة مقابلات مسابقات حوارات الجسر الجمعة في هذه الأوقات على قناة ART كل مشاهدنا وحلقة جديدة من برنامج يا سلام أهلا بكم وحلقة جديدة ويا يا سلام الشجاعة والصراحة والنفاف والخد والحاجات دي كلها يلا بي الإعلام ما انت جايب لي كل حاجات دلوقتي بقيت بكوارس يا سلام عليك أنا كتاب ده قبل الجواز طبعا طبعا قبل الجواز أي حاجة تيجي على بات أنا بالنسبة لي الحياة مع الحيواني أحسن من اللي في تتعلم اللي بقوله ده تسمعه وتنفذه زي ما بقوله ماشا ماشا من يعمل وقاش شوف اللي انت عايزي ولا تحت عن ذا تقول حاجة حاجة اللي عن جرس زي ما بحاجة أي حاجة ممكن تعصبني بالطول يا رجل يا سلام الخميس في هذه الأوقات على قناة اي ار تي أخبار فنية متنوعة ناشا الكرار اسمحها عبر صفحاتها الخاصة على الفيسبوك بالفيديو وهي عم ترأس مدينة نيويور وتصريحة مطيرة للجدل غللت يا مرة واحدة معنا كيف تتشربة اللي تغني مع فنية مشهورة؟ أول شي خلت بعدين هي كانت كتير مهرومة معي أبدا ما خلتني حسنها الفارق يعني بايني وباينا أو بشي هذه الضوء يفضل تجديد أغنية قديمة على اختيار أغنية جديدة جينا فكرنا شو الأنصر غنية وأكثر غنية لعنى وتحمل وقراركين من المتوزين مشهورة المخرج جاتشويري يكرر فكرة كليب مريا مع جنة نفس المخرج مكرر العملين مع فنانتين أنا مش فطن بيشبه بعض مبارك من برنامج أوتو ودايما عبر شاشة الإعطاء في أمريكا وأستراليا ومباشرة على الهوى من استوديواتنا ببايرو أوتو الخميس في هذه الأوقات على القناة يا أنت عايزنا تاني عايزي طب خلص في إيه أنت لا أبعد إذنك وأنا أنا عيدا أبعد أخوص أخصن بالله والمصحف أخليها هنا مهزلة الموضوع المصحبين يوجدنا طلقني أنا عايزة أمشي مش عايزة أتمر بل أبنى مستفتلسة إني بيش حجبيني وبين المدى ما أبصها لي بصام عدقية الإحاات لسه موجودة النظرات لسه موجودة أنا مش هتكمل مع الإنسان أزيب أأمل آخر لو سمحت مش هتكمل أنا أحس إلي خلاص أفت أفت والله العظيم مع رب أنا مش عاشة زي إيه فقط أحسر حد كده أحمد لو سمحت ممكن تسجد بيئة واحدة عم بها الهوى في الله مراتف ورطة السلساء على قناة ART أحلا وسهلا بكم مشاهدين مجددا في برنامجكم نيويورك دكتورز إحنا النهاردة واستكمالا لأمراض الزكورة معنا دكتورة دوان شميسك أحلا وسهلا بحكية دكتور مساء الخير مساء الخير دكتور حسيني فضل سعيدنا النهاردة يكون معنا دكتورة دوان شميسك وطبعا دكتورة دوان غني على التعريف هو دكتورة دوان أستاذ يعني أستاذ اليورولوجي في جامعة كورنال رئيس قسم الجراحة في برانكس ليبنين رئيس الجامعية العالمية لصحة الرجل دكتورة دوان طبعا عالم أعلم الطب هنا في المسالك البولية في أمريكا بحثة موجودة في كل حاجة وشرفنا قبل كده في الكمبيب متاعنا في صحة الرجل في أول حلقة عملنا في البرنامج فالنهاردة الحلقة الثانية ودكتورة دوان بشرفنا فيها نتكلم نهاردة على موضوع مهم جدا طبعا موضوع لهو أمراض البورستات وكده فأهلا بيك دكتورة دوان أهلا وسهلا يا دكتور مساء الله سعيد جدا أن أكون معكم وشكرا جزيلا على تقديم الجميل دكتور حسام وأنا بهني برنامج نجاحكم الكبير وأعمالكم القيمة وأعمالكم في خدمة الصحة للجلالة العربية في نيويورك وأمريكا طبعا دكتورة دوان طبعا نهاردة موضوع لهو البرستات طبعا ده موضوع مهم جدا أن دي بالضبط زي الأمراض بتتصيب السيدات في أمراض بقى اللي بتتصيب الرجال فالبرستات طبعا من الحالات الموجودة اللي عاملة مشكلة جامدة جدا عند السؤال المشاهدين فنتكلم في الأول إيه هي البرستات نعم هذا سؤال مهم جدا غدة البرستات المعروفة من قديم الزمان في علم التشريح خصوصا عند الأطباء العرب القدامى وغدة البرستات هي عبارة عن غدة موجودة من ناحية تشريحية في الحوض والحوض هو أسفل البطن موجودة موقعها حول مخرج المجرى البول عندما يخرج من المثاني موقعها له أهمية كبيرة لأنه موقعها هو اللي بشرح عديد من أعراضه بشرح عديد من أمراضه وبيشرح عديد من العلاجات والنتائج والمضاعفات الجانبية للعلاجات طب إيه البرستات؟ طب إيه وظيفة البرستاتة؟ أنا ربنا خالي البرستاتة لي نعم البرستاتة تفرز سائل مغذي للحيوانات المنوية وهو يكون تقريبا تسعين بالمئة من حجم السائل المنوي عند القذف عند الرجل فالبرستاتة هي يعني الكون الرئيسي للسائل المنوي عند الرجل مشان هيك وقت تستقصى البرستات مثلا في بعض العمليات الجراحية في سلطان البرستات يتوقف القذف السائل المنوي نهائيا بسبب انعدام هذا الشيء طب التسعين في الماء من الأفرزات اللي بتعمل إيه؟ يعني الغرب منها إيه تسعين في الماء دي؟ نعم السائل المنوي هو يتكون من سائل مغذي ويتكون من الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية عند الرجل تفرز من الخصيتين والحيوانات المنوية هي اللي بتحمل الوراثة والمورثات وهي اللي بتلقح البويضة عند المرأة للحمل والإنجاب الحيوانات المنوية يلزمها تغيية والسائل المغذي لها هو السائل الذي تفرزه غدة البرستاتة طب شو هي أنواع الأمراض اللي ممكن تصير بالبرستاتة؟ نعم البرستاتة ممكن تصاب بعديد من الأمراض لكن يمكن تصنيف أمراض البرستاتة بثلاثة تصنيفات المرض الأول للبرستاتة هو معلش يا دكتور أقطع حذرك بس عشان أستاذ المشاهدين لأن جالنا أسئلة كتير إن الشائع إن هي لكبار السن لكن دلوقتي قبل ما نصب نفق إن هي دلوقتي بتصيب سبحي قلت لنا في المناقشة قبل برنامج صغار السن و الكبار السن لشان يبقى إيه المشاهدين كلهم بيتفرجوا علينا و الكبار السن بس تتعارب نعم نعم هذا الشيء مهم جدا فضخامة البرستاتة الحميدة هاي اللي بنسميها أو ضخامة البرستاتة السليمة اللي هي غير السلطانية هذه الضخامة تسيب غالبا الرجال في متوسط ومتقدم العمر المرض الآخر هو سلطان البرستاتة هذا أيضا يصيب الرجال في متقدم العمر والنوع الثالث من الأمراض فيها التهابات البرستاتة هاي ممكن تصيب الشباب ممكن تصيب منتصف العمر أو في متقدم العمر فممكن تصيب كل الأعمار ومنشوفها كثيرا عند يعني متوسطي الأعمار أنا والله دكتور دون اللواتي التهاب البرستاتة بشوفها في حيات مثلا 20 سنة في السن الصغير جدا بيحصلوا من التهاب في البرستاتة نعم 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 التهابات البرستاتة لها أهمية كبيرة يعني للاهتمام فيها خصوصا عند الشباب وعند الناس في مقدم العمر السبب فيها أنه خصوصا الالتهابات الجرثومية هذه سببها باكتيريا أو جراثين ممكن تؤدي إذا تكررت وكانت شديدة لتصلب في البرستاتة وهذا التصلب ممكن يؤدي للعقم عند الرجال نعم على تلقيح البيضة والإنجاب نعم التهابات البرستاتة نعم التهابات البرستاتة بيصنفها اللي نسمينا في أمريكا النيه اللي هو المؤسسة الوطنية للصحة تصنف إلى أربع أنواع التهابات البرستاتة النوع الأول هو الالتهاب الجرثومي الحاد يعني الأكيوت بروستاتاتيس الالتهاب الجرثومي الحاد يصيب الجراثيم يترافق حمى ورعشة وتعب وارتفاع كريات البيضاء في الدم وإلى آخره وهذا طبعا يلزمه علاج بالمضادات الحيوية بشكل سريع وبشكل قوي ولمدة كافية يعني مدة الجادي خطور رضوان؟ يعني على الأقل أربع أسابيع يبقى مهم جدا يعني اللي يجيلوا التهاب حاد في البرستاتة عشان في ناس كده بتاخد علاج أسبوع أو أسبوعين وبيبطلوا بعد كده مهم إن احنا نعالج الموضوع ده أربع سبيع تماما لأنه الجراثيم في البرستاتة متل بتعشش يعني في البرستاتة في أعشاش صغيرة والمضادات الحيوية ما بتصلها بشكل قوي في عائل يعني لازم الموضوع يكمل الكورس بتاع المضاد الحيوي بأكمله مش حاس التحسن بيقوموا بدافل عادي الناس بتاعملوا بطلا المضاد الحيوي يعني في كتير ناس مع الأسف بما تشعر بتحسن شوي بوقف الدواء يعني هي الرسالة للشباب الموجهة أن يؤدي خطر الموضوع الموضوع خطر ممكن يؤدي لعقم عشان هيك إذا رحتوا وشكيتوا من بشكل برستاتة ورحتوا عند دكتور متخصص لازم تكملوا العلاج للأخير تماما النوع الثاني من التهابات البرستاتة هو الالتهاب الجرثومي المزمن يعني كرونيك بكتيريا وهذا بيكون له أهمية كبيرة جدا في موضوع العقم يعني في كتير من المرضى بيكون عندهم بعض الأراضي البسيطة حرقة شوية حرقة في البول في إفرازات؟ بس لديهم إفرازات؟ ممكن مع إفرازات ممكن مع ديون إفرازات ممكن يكون معهم شوية تعدد بيلات المسمي أو الإلحاح في البول المسمي لكن في عديد منهم ما عندهم العرض الوحيد بيكون عندهم هو العقم أيضا فهذا التهاب البرستاتة المزمن أيضا في بعض الأحلايا لا يكشف بزرع البول يكشف بزرع السائل المنوي فهذا يلزم يعني انتباه عن طريق طبيب اختصاصي فيه استقل حكة دكتر قبلة رك dropping أنواع التهابات أكذ ما غاربت معنا إبراهيم من Tb مساء الخير يا إبراهيم ابر Meat مساء الخير باصا إحنا فكرنا ابراهيم مدمت حكة دخول نكمل بقية أنواع التهابيات نحن كلمنا على نعم وكلمنا على كرونيك باكتيريا البرستاتاتيس اللوع التهاب المزمن الباكتيري النوع الثالث هو الالتهاب المزمن بدون جراثيم بدون باكتيريا نسموه نون باكتيريا كرونيك باكتيريا في أعراض نعم ممكن تكون أعراض شديدة في الأعراض في أوقات ممكن يلتأى في فحص السائل المانوي بعض الصديد بعض الكوريات البيضاء لكن ما في جراثيم يعني بالزرع ما بيطلع شيء فهذا بيتعالج غالبا إذا كان في أعراض بيتعالج معالجة عرضية سواء بالأضوة مضادة لإتهابات الانتينفلماتورية أو إيرو النوع الرابع هو نوع شوي صعب شوي هل يسميه له عدة أسماء واحد من أسماء هو ألم البرستاتا بروستاتو دينيا أو له اسمه كرونيك بيلبيك بين سندروم يعني الألم في الحوض المزمن هذا بيكون لا في جراثيم ولا في التهابات ولا في أي شيء لكن عبارة المرضى بيشكو من ألم الألم بيكون موقعه غالبا خلف الخصيتين ممكن الألم يكون في منطقة الشرج ممكن يكون الألم في منطقة المثاني ممكن يكون الألم في مع الممارسة الجنسية بدون الممارسة الجنسية فيه أعراض متنوعة وهؤلاء المرضى يعني منشوفهم نحن عادة بيذهبوا من طبيب إلى آخر إلى طبيب إلى آخر بيأخذوا كميات كبيرة من المضادات الحيوية في بعض الأوقات بيصير عندهم اختلاطات مضاعفات للمضادات الحيوية والفائدة قليلة هؤلاء المرضى علاجهم مختلف علاجهم يكون بالمعالجة الفيزيائية بمعالجة بشيء اسمه البايوفيدباك البايوفيدباك هو معالجة بالكهربا 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 لإرخاء عضلات الحوض لأنه هو أكتر نظريات بتقول أنه هذا النوع الرابع من التيابات البروستاتا أو الألم هو تشننش في العضلات المريض يتعايش ممكن مع الألم ويفتكر أن ده يعني بيسبب له نوع من يعني أثناء الجماعة أو كده بيبقى نوع من الألم ده أنه هو آه وهو لكن هو مريض فلازم آه يعني وانس جي ألم وانس لازم يروح للدكتور على طبيب يعني حضرتك الكلام في هذا الموضوع هذا أنه الألم لا يمكن أن يكون شيء طبيعي الألم دائما شيء غير طبيعي غير طبيعي لكن عندما تفضلت المرضى الأوقيت بيستسلمون للموضوع بيبقى عايش بالألم سنين طب معلش ناخد التنوع برضو واسبت ما تفضلت كده يبقى الأربعة نوع برضو إذا يعني خصوان نوع الثالث والنوع الرابع الناس بيروحوا الطبيب وكلما يروحوا الطبيب ده هو مضاد دحاوي وياخد مضاد دحاوي وياخدوا فترات كبيرة جدا ويبقى تحسن فبرضو إذا ما تفضلت أنه فيه علاجات تانية غير لمضاد دحاوي مش كل واحد عنده إرتهاب في البروستاتا بيروحوا الدكتوري وياخد مضاد دحاوي فإحنا برضو عايزين سر المشاهدين برضو تنبقوا النقطة دي يعني تشنج كمان إلو علاقة يمكن مثل الارتاب الباولت سندروم يعني مثل الكولون العصبي شكله كمان بيعمل نفس تشنج العضالات مشان هيك اسم المرض للنوع الرابع التهابات بروستاتيس يعني هو اسم مستعار الاسم الحقيقي هو بلفيك بين سندروم وأغلب أسبابه تشنج في العضلات طب إله الشي بيفيده الشيء الكرامبيري جيوس كتير من أصبع بيقولوا الكرامبيري جيوس بيفيد للتهابات المتزمنية وليتي آي شو رائع في هذه الفكرة الأمكاستري كمان برد لا ذلعا نستحن والله يشوفوا نستحن والله يشوفوا يا رماع في عديد من العلاجات التي تطلع عليها بين الحين والآخر تطلع عليها دراسات منها أنواع العصير، أنواع النباتات، أنواع في آسيا حتى تطلع بعض مستخدرات الحيوانية من النمور ومن القرود ومن غيرها ومن وحيد القرن أغلب هذه الأشياء يعني الدليل العلمي عليها ضعيف يعني الإنسان دي يكون حذر شوي ناخد معينا محمد من نيويورك، مساء الخير يا محمد أيوة أيوة، أهلا وسهلا بيك، تفضل سؤالك أهلا بيك، والله أنا سؤالي للدكتور ردوان تفضل يا فن أنا كنت عملت عملية البرستاطة، كان عند سرطانت البرستاطة، وشلتها وبعدين لما بيوجي الواحد مثلا يعني مع زوجته بيفكر مثلا انه يعني وهو نايم كده يعني انت بص تلاقيه يجيب ميا يعني يورين وبعدين حسف لما يجي يغير البوزيشن بتاعه يقوم يتحرك بيحصل اني ليك بينزل نقط فطبعا لوحد ما بيعرفش هل وبعدين طبعا ما فيش حاجة بقى نهائي يعني كالانتصاب انتهى ما بقاش فيه هل في اي حاجة انا كنت روحت للدكتور قبل كده هوت وكان قال لي ان ممكن نعمل عملية تانية مش عارف نسحب حاجة زي ما يكون نب او يوصله بحاجة تانية فانا مش عارف هل مثلا كان فيه خطر في العملية اللي اتعملت ولا ماشية سليمة كده لا حسب ما فهمت شكرا سيد محمد اتفضل حسب ما فهمت منك سيد محمد انه ما عم تحس بالنشوب سيد محمد معنا ايوة ايوة فضل فضل سيد محمد انت صار عندك انت عملت عملية استقصال بروستات لسرطان بروستات ايوة ايوة محمد عملية سرطان بروستات من المعروف شكرا على المعلومات من المعروف ان كثير من المرضى اللي بصير عندهم سرطان بروستات ونعملون الاستقصال الجراحي الكامل لبرستات اللي بنسميه باللغة الانجليزية راديكال بروستاتيكتمي يعني استقصال كامل لبرستاتا لعلاج السرطان ممكن يصير معهم شيء من سلس البول سلس البول ممكن يكون مثل ما تفضل السيد الكريم وقت الانسان يتحرك بيقوم بيوقف بيسعل بيعطص ممكن يضطع شوية بول وايضا عند الممارسة الجنسية عند الجماع ممكن انه يخرج البول عواض ما يخرج طبعا السائل المانوي ما عاد يخرج لانه البرستاتا مو موجودة ممكن انه يصير فيه سلس البول بالاضافة الى ذلك استقصال البرستاتا الكامل ممكن يسبب ضعف الانتصاب بسبب تأثيره على الأعصاب والأوعية الدموية اللي بتغذي العضو الذكري الحالة اشتكم انه السائل الكريم لها علاجات فعالة العلاجات الفعالة ممكن تكون من اشياء بسيطة مثل ان الانسان يروح الحمام قبل الجماع ويتأكد من تفريغ المثاني كاملة لكن اغلب المرضى يحتاجون عمليات جراحية هناك عمليات جراحية في عملية جراحية اسمها الميل سلنج الميل سلنج هي عبارة عن مثل شريحة اصطناعية نحن نزرعها داخل الجسم لتمسك البول لكي البول ما يخرج وتوقف سلس البول وطبعا فيه علاجات تانية ايضا لموضوع ضعف الانتصاب وهذه العلاجات ناجحة وانا اشجع المرضى يعني عملوا عمليات للخلاص من سلطان البرستات انه يعالج مضاعفاتها لانه عادة المرضى اللي بيكونوا عملوا عمليات سلطان البرستات عادة يعني توقع الحياة عندهم الحالة النفسية بعد كده مش مؤهلة للتعايش مع الحالة تمام بس مرضا اخ محمد الزمن الدكتور ردوان قال يبقى بالنسبة ل البول اللي هو الموجود في العملية الموجودة اللي هي دكتور ردوان قال بالنسبة لموضوع انتصاب حين التكلمنا وممكن تراجعنا للحلقة مع دكتور ردوان الحلقة الاولى اللي عملناه في البرنامج موجوده على الفيسبوك بتاعتنا موضوع الموجوده موجوده ودكتور ردوان اتكلم عنها بالتفصيل في الحلقة الهالي الابل كده فدي برضه حاجه متستناش عليها ان شاء الله تصلح لك موضوع الانتصاب وموضوع طبعا اللي هو الان كونتنس نصدحي إن شاء الله يعني دكتور بس لحاجة تذكر لنا أسباب الالتهاب بتيجي منه التهاب البروستات ممكن تكون أسبابه بسيطة جدا أي التهاب في المجاري البول اللي نسمي يوريناري تراك انفكشن يعني التهاب مجاري البول ممكن يطلع من البول يدخل في أنسجة البروستاتة ويؤدي لألتهاب البروستات الشيء الآخر هو خصوصا عند الشباب هو الأمراض التناسلية أو اللي تنتقل عن طريق الممارسة الجنسية ممكن أيضا تصل إلى البروستاتة وتمنعمل الزرع نحن الجرثومي في المخبر ممكن تكون الباكتيريا من الباكتيريا الشائعة من اللي بسميها الإيكولاي وهي بتكون ما لا علاقة في الممارسة الجنسية لكن في بعض الحالات من شوف باكتيريا نحن اتكلمنا مع الدكتور حسام ممكن تكون إيوريا بلازما كلاميديا أو غيرها هاي بتكون منتقلة في الممارسة الجنسية طيب دكتور عدون مع العلاج احنا اتكلمنا عن مضاد الحاوي اتكلمنا عن البيو فيد باك ممكن حاجات زي الموترين أو النابلوس حاجات دي لو فيه مثلا فيه عنده ألم وكذا ايه الحاجات الثانية الموجودة اللي احنا ممكن نستخدمها لالتهاب البروستاتة لالتهاب البروستاتة أيضا من الأشياء المهمة هي أنه تأكد أنه ما فيه أشياء تانية لأنه أوقيت في بعض الأوقات الالتهابات البروستاتة ممكن تترافق مع تضيق في مجرى البول فوقتها أد ما عطيت أنتي باياتيكس أو مضادات حيوية إذا كان فيه تضيق في مجرى البول الجراثين تبقى فيه تراكم فيها في البروستاتة فإجراء الفحص الكامل من الناحة المسالك البولية مهم جدا لهؤلاء المرضى بالإضافة إلى ذلك المتابعة أنه بعد العلاج يتأكد أنه عمل زرع سواء زرع بول أو زرع السائل منوي يتأكد من الشفاء الكامل منها إذا كان أخذ المضادات الحيوية طيب بالنسبة لحاجة السائلس مثلا بإسعادة في التهاب المزمن في البروستاتة سعادة قتل المسالك بيستخدموها هل هي حاجة تنصح بها؟ الدواء أو العقار السيالس هو حقيقة يعني استعماله للضخام الحميدة للبروستاتة ولأعراضها أكثر من إلتهاب البروستاتة إذا كان في إلتهاب البروستاتة السيالس غالبا فأت محدودة جدا طيب دكتور أدوان بالنسبة لأكيوبنكشر كنا بيكلمة على موضوع الأكيوبنكشر في إلتهاب البروستاتة أكيوبنكشر له دور وهو العلاج بالإبر الصينية له دور في النوع الرابع من إلتهابات البروستاتة هذا هو الكرونيك بلذيك سندروم أو الإلتهاب المزمن الألم المزمن أو التشنج المزمن في العضلات ونحنا في عنا خبرة في هذا الموضوع ونحن حولنا عدد من المرضى إلى بعض الإختصاصين في الإبر الصينية وكان نتائج معقولة معلش دكتور في مقولة شائعة بتقول أن صديد الأسنان أو أي صديد في الجسم بيؤدي إلى إلتهابات البروستاتة هل ده صحيح فعلا؟ عشان تكوينها لشعيرات الدموية الدقيقة؟ بشكل نظري أي إلتهاب في أي مكان من الجسم ممكن عن طريق الدورة الدموية انتقل إلى أي عضو آخر بالنسبة لإلتهابات الأسنان أنا مالي طبيب أسنان طبعا وأنا بعيدة عن الأسنان عن الفم والأسنان نتكلم عن الإلتهابات الغضيضية طبيب مساءة قولية لكن الإلتهابة اللثة وإلتهابات ومثل ما تفضلتوا حضرتكم أثناء شرحكم عن موضوع التدخين الإلتهابات المزمنة في اللثة ممكن أن تأدي إلى إلى تغيرات في الجراثيم الموجودة في الجسم وهي ممكن أن تأثر سلبيا على المجارية البولية والإلتهابات المجارية البولية بالنتيجة ممكن تصبب الإلتهابات يعني أصدو الدكتور ردوان أنه نحن البكتيريا لا تفضل على جسمنا إلا عبر بس انكسر على الحواجز سواء كان الجلد أو اللثة أو اللثة فلما يكون عنده إلتهابات مزمنة فيه بيكون في انكسر والرئة يكون في انكسار على الحاجز فبيكون ممكن مرحلة بكتيريني يعني فيه بكتيريا موجودة بالدم هذا الشيء وهي فلتر من الفلاتر تمرو فيها بتعلق أكثر مغايا تماما طب دكتورنا ده هو موضوع الوقت اللي هو التدخم بروستات ورم الحميد اللي هو البيناين بروستاتيك هايبرتفل بي بي اتش هذا موضوع ده طبعا موضوع ده موجود كتير جدا في الجالية بتاعتنا نسبة حدوثه إيه اللي هو التدخم الورم الحميد في بروستاته أو تدخم بروستات الحميد يعني تدخم بروستات الحميد هو عبارة عن شائع جدا عند الرجال لدرجة أنه اقترن هذا هذه الحالة اقترنت مع تاريخ المسالك البولية وتاريخ الجراحة البولية وبما فيهم الأطباء العرب في قديم الزمان تكلموا عنه كتير واخترعوا بعض الأجهزة لعلاج حصر البول في هذا الموضوع فهو موضوع شائع جدا لدرجة أنه نحن نمزح في بعض الألقات مع المرضى منقول أنه مثل كيف الرجل وتم بكبر في العمر يصبح عنده شعر شايب فالشيب جزء من الشيخوخة فضخامة البرستات هي جزء من الشيخوخة طب نسبة عندهم الرجال يحصل لهم موضوع درستورة؟ يعني تقريباً الدراسات العلمية أظهرت أنه تقريباً ثلث الرجال يعني واحد من ثلاثة سيكون عندهم منه ضخامة في البرستات مع أعراض أعراض ضخامة البرستات بدون أعراض نصي بدون أعراض أكثر سيكون نأخذ معينا تليفون أم ليس من نورس كالورينا مساء الخير أم ليس ست أم ليس أهلاً مساء الخير أهلاً يا أخليم المستطيرات يعطيك العارض يعني الله يخليك يا فندم سؤال حضرتك والله أنا عندي سؤال إذا سمحتي أنا من فترة جاءنا فيروس البيس صارت مثل فلو يعني بعض ما صار معي هذا الفيروس سبع الفلو وبكل يوم صار معي وجع بمعتي كتير وصرت يعني ما حب القهوة ما حب الشاي يعني كيف تكون المرأة الحامل مثل المرأة الحامل ما حب الشاي ما حب القهوة ما بحب الأكل دائماً عندي غصيان لعيز نفر ومع تجنج بمعتي وما عرفت شو السبب يعني أنا رحت عمزت حوصات وتحليل وما تلق معي شيء معين يعني ما أفادوني بشيء إذا أنتم عنكم فكرة بتفيدوني بشيء بيكون شكراً كتير لكم لأن هذه الحالة كتير أنا متضايقة منها وأنا حالياً ما لي حامل يعني يعني هي أعراض تجي مثل الأعراض الحامل بس أنا مالي حامل ومتضايق أكثر من هذا الشيء طي إذا بتفيدوني بيكون شكراً كتير لكم أنا أعراض ملاكس طبعاً أنت قلت الموضوع ببطلع عندي الفيروس فالفيروس برضو هو يعني أي حد بيجي له فيروس سواء الجيل في الجهاز التنفسي أو نزل على المعدة بأن الموضوع مثلاً موضوع كام يوم بيروح بعد كده لكن زي ما إتفضلتين موضوع مطول معاك شوية فممكن يكون حاجة حصل في عندك مثلاً في التهاب مجمن في المعدة في عنده كرحة في المعدة فرجع الطبيب الخاص بيكي وممكن تحتاج تشوفه الطبيب خاص بالجهاز الهضمي أن يعملك منزل على المعدة وكده سموها بالانجليزي gastritis أنت أخذت شي دواء التهابات في الفترة أو لا لا السيتم ليس قفلت معين للأسف طب نرجع مع الدكتورة طب معلش بس أستأذنكم معين غسان من ديترويت غسان مسألة خير غسان غسان من ديترويت أهلا وسهلا أهلا سيد غسان فضل حضرتك سؤالة كبيراً بدي أسأل دكتورة يعني أخطف سؤالي كثير أنه قبل أفضل من سنتين راجعت في العالم جدا فالدكتورة مارد القوية التناسيقية أخطأ أنه عندي كبنستور لكن الضدفة أنه شاف أندي ندفة يعني تلحفة صغيرة أصغر من حبة الحمص في البروستات فراجعت مع الدين قال لي أنه من الصعب الاستعطال من الصعب جدا أو شوء مستحيل الاستعطال بس أعني أنه عندك انخصار بالبوت قالت له نعم عندي انخصار بالبوت يعني لما ذكره متضول بعد مستعحة نحط الكماء بس مش دائما تحصل عندي يعني ما كنت تراتك اليوم تحصل عندي أنه نحصل بعد مستعحة بعد ما يتضول بالإستراعيوني فرأيي أنه سؤالي رأيك أنه عادل ندبة أنا سألت الدكتور يرى عن الجيل أمريكي في جيترو قال لي أنه محتمل تفضل حادي إذا تفضل يعني ما عرف أنه ممكن نستعطل كل البروستات عندك صعبة جداً من التعصة العائية نأخذ البروستات كل شيء نحي فأوصني كثير بها فأبي تسأل عن الدكتور رضوان أنه شلو رأيي عوضاً وعنده حبز الحمصة موجودة في البروستاتا شكراً طبعاً طبعاً هو الجواب الدقيق متما يقولون الجواب على قدر السؤال إذا كان هو يعني عطول معلومة أنه عنده مثل حبة في البروستاتا هذا اللي منسمينا إحنا البروستات ناديول الحبة في البروستاتا هي ممكن تكون عبارة جزء من الضخام الحميدة في البروستاتا لكن في بعض الحالات ممكن تكون حبة أو بداية البروستاتا سرطانية أو ورم المهم هو إجراء خزعة الخزعة أخذ عينة أخذ عينة طبعاً عن طريق الأبرة 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 بتكون بالفحص بالأمواج الصوتية بالألتراساند عن طريق الشرج وأخذ عينة خزعة وإرسالها إلى المخبر هذه العينة بتبين إذا كان الحبة هي اللي ذكرها حبة بتكون هي حبة ورم حميد أو ورم سرطاني وطبعاً علاج يختلف حسب النتيجة إذا طلقت التراساند نيجاتيف يعني أنتم مثلاً الخزعة هذه الخزعة تحت الأمواج الصوتية عملتها وطلعت نجة هذا التراساند نتيجة يعني الخزعة إذا عملت بشكل فني وجيد يعني الدقة هي فوق 90% فالثيقة جيدة ما يقدرش أحياني الدكاترة قالوله هناك في ترايتل إن هو مش هيقدروا يعملوا له عملية استقصال لا إيمان الوقت لأ برضو الأخ السنزة ودكتور ردوان قال يبقى أهم حاجة موضوع الخزعة هم لسه ما عملوش حاجة خالص تمام فمهم جداً إنك إنت موضوع الخزعة تعملها وعلى حسب نتيجة دي بقى الخطوة اللي بعد كده تحددها بس متأخرش الموضوع متستناش مثلاً ست شهور تانيين أو حاجة تقول لعيدة عشان لو لقد دلالله فيه حاجة يقتري الحاق نشوف ناخد معانا إيمان من نيويورك مساء الخير يا إيمان أيوة زيك أهدتك أهلاً وسهلاً تفضلي سؤالك أستاذ إيمان سؤاله بس يعني هو بسيط جداً لما كانت الدكتور بيسأل على الـ على الـ بروح الحمام ألو ألو أتفضل حضرتك أنا أعتذر أتفضل إيمان لما تروح الحمام تكون يعني في حاق في البولا بس يعني الحرق هذا بيروح ويرجع بيمشي ويرجع لما تروح على أخذت على أخذت على الفارماسي أخذت يعني شوية مضادات بس يعني كان المضادات يعني مساعدتني كتير يعني بس راح الوجع بعد أسبوع ثاني رجع الوجع يعني إيش إيش آراض للحرق البولا هذي شكراً إيمان شكراً الحرقة في البول مثل مثل أي أعراض تانية كثيرة هني منقول عنا في الإنجليزي يعني عرض غير خاص بمرض معين هذا العرض ممكن يكون له عدد من الأسباب هني منسمي تشخيص التفريقي ـ ف og عرض الحرقة في البول ممكن يكون سببه بسيط الإتهاء في مجالي البول ممكن يكون سببه حصوي في المثاني ممكن يكون سببه التهاب في البروستاتا ممكن يكون سببه ورم في البروستاتا ممكن يكون سببه ورم في المثاني ممكن يكون سببه بعض الأغذية التي تسبب تخريش في المثاني ممكن سببه تضيق في مجرد البول فأنا أنصح السائل الكريم أنه العلاج يعني بيأخذ بعض المضادات الحيوية بدون المتابعة عن طبيب مختص لهذه الأمور غالبا بيكون مو بس غير ناجح بيكون أيضا في احتمال أن الإنسان يغفل أو يمر عن تشقيصات مهمة كان ممكن يشخصها أنا نصيحتي للأخ السائل أنه يراجع طبيب مختص في المجال البولي برضو الأخ كريم بعد السؤال زمن دكتورة دونالت فاضل برضو إحنا سنة 2015 موجودين في أمريكا فبرضو أن حاجة زي كده تحصل بنروح في صدلية أي صدلية يقول نديني شوية مضاد دحاوي يديني شوية مضاد دحاوي تاخدهم العرض يروح ويجي لك تاني فطبعا ده حاجة كان ممكن تحصل من سنين فاته في بلادنا بس إحنا موجودين فطبعا يعني طبعا انت غلطان لك عملت كده والسائدال يدينيك الدواء عشان انت ممكن تدور نفسك هيبقى معلش أعتذر لكم إحنا هناخد فاصل ونرجع نكمل حوار الشيخ مع دكتور عدوان ابقوا معنا وعلى توصل معكم شو الله شكرا شكرا المحبة بين العرب والإخاء والتواصل يربطها جسر اي ار تي تقدم برنامج منوع يربط بين الوطن والمهجر ويسلط الضوء على جميع القضايا التي تهم العرب في الأمريكتين فم ثقافة موقفة تقابرات مسابقات حوارات الجسر البريتش الجمعة في هذه الأوقات على قناة اي ار تي كل مشاهديننا وحلقة جديدة من برنامج يا سلام اهلا بكم وحلقة جديدة ويا سلام الشجاعة والصراحة والنفاق والخد والحاجات دي كلها يلا بي الاعلام ما انت جايبني كل حاجات دلوقتي بقيت كوارس يا سلام عليك انا كذب ده قبل الجواز طب طبعا قبل الجواز هاي حاجة تيجي على بقيت انا بالنسبالي الحياة مع الحيواني احسن ماذا اللي تتعلم اللي بقوله ده تسمعه وتنفذه زي ما بقوله ماشا باشا والنعمة واحدة شوف اللي انت عايزي وانا تحت عمرك تتقول حاجة حاجة يا عمرك زيئة بي اي حاجة ممكن تعصبني بتقول اي رجل يا سلام الخميس في هذه الأوقات على قناة اي ار تي اخبار فللي هي متنوعة ناشا الكرار اسميحة عبر صفحتها الخاصة على الفيس بوك فيديو وهي عم ترقصنا دين تنويور وتصريحة مطيرة للجدل هلأت مرة واحدة معنا كيف تتشجد ان تغني مع فلليلة مشهورة اول شي خفت بس بعدين كانت كتير مهضومة معي ابدا ما خلتنا حسن هالفرق يعني باينة وباينة اوشي هادي ضبط يفضل تجد اغنية قديمة على اختيار اغنية جديدة جينا افكرنا شو الانسة بغنية بكر غنية العالم المتحبه وراء كان المتزج وشدت المخرج جاتشويري يكرر فكرة كلب مريار مع عجنة نفس المخرج مكرر العملين مع فنينتان انا ما شفتهم بيشبهوا بعد مبارك من برنامج اوثو ودايما عبر شاشة الاياطيق اياطيق امريكا واستراليا ومباشرة على الهوى من استوديواتنا ببيرو اوثو الخميش في هذه الاوقات على البنات اياطيق يا انت عايزها تاني عايز دي طب خلص في ايه انت لا بعد اذنك وانا انا عايزها انا اخوص اخصن بالله والمصحف اخليها هنا مهزلة الموضوع متاهبين اطلقني انا عايزة امشي مش عايزة اتوم بني ابني مفتتزة اني بيل حاجبيني وبين المدامة بصها ليه بصات عدقية الاحات لسه موجودة النظرات لسه موجودة انا مش هتكمل مع الانسانة تيبة ام الاخر لو سمحت مش هتكمل والله العظيم مع رب مش عادة ازاي فقط اصبحت للحد كده امد لو سمحت ممكن تجيب ديئة واحدة وعندها الهوى في الله واي اهلا وسهلا بكم لا يخبّون نفسهم، يكون عندهم أعراض، والأعراض مزمنة، والأعراض تأثر على نوعية الحياة هل في عام الوراثي مثلا؟ من ناحية الأسباب، ضخامة البروستات لها علاقة بالوراثة، لا يوجد شاب، ولها علاقة في العرق أيضا في العرق، في الوراثة وفي العرق، فمعروف أن الناس جايين من الشرق الأوسط، وجايين من آسيا بشكل عام، عندهم ضخامة البروستات شائعة جدا من ناحية الأعراض أيضا لها علاقة بعديد من الأمور، فضخامة البروستات الحميدة العلم تقدم فيها كثيرا بالفترة الأخيرة فإذا ترجع، مثلا قبل 25 سنة، أكثر الناس كانوا تظن أنه أي إنسان عنده الأعراض، التي يتعدد البلاد، ما يسميه فريقونسي، التبول في الليل، ما يسميه نوكتوريا بالإنجليزي، الإلحاح في البول، الإلحاح في البول، الإلحاح، إنه يروح، ما عادر يمسك حاله، أو يصير بفلت قوي، بفلة البول، وعنده ثلاث بول، يعني نسميه إلحاح في البول، ضعف تيار البول أو دفق البول، التنقيط كثير، أو بالآخير حصر البول يعني، فهذول الأعراض، حتى قبل ما تصل للموضوع الحباس البول أو حصر البول، الأعراض هي كنا نظن من زمان، زمان مو زمن ثيرة، قبل 20 سنة، إنه كل هؤلاء المرضى عندهم ضخامة في الفروستات، الآن العلم الحديث أظهر إنه في عديد من الأعراض ممكن يكون إلاء أسباب أخرى، مثلا، نأخذ عراض التبول في الليل، الإنسان الطبيعي، متكرر، متكرر، أو غير متكرر، الإنسان الطبيعي، عايش حياة طبيعية، ويشرب سوائل بكمية معتدلة، ممكن ينام ستة إلى ثمان ساعات بدون ما يلزم ويروح الحمام، يعني إذا راح الحمام وتبول قبل النوم، ممكن أنه يقضي الليل كله بشكل مرتاح، الآن بعض الرجال مع العمر بيقوم مرة مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، وفي بعض منهم هذا بيسبب تعب شديد، يعني لأن المريض خصوصا إذا كان صعب أنه يرجع ينام، فتاني يوم بيقوم الصبح تعبان نص الليل منام، من يروح على الحمام، فهؤلاء المرضى كنا نظن سابقا أن كل هالمرضى على انضخامة في البروستات، فإذا بتذكروا فيه كان دواء للبروستات، لا يزال موجود اسمه، واسمه حلو، اسمه فلو ماكس، فلو ماكس يعني فلو، يعني يزيد الماكس، التدفق العظيم للبول، فهذا الدواء وهو دواء جيد، كانوا كثير من هالمرضى يأخذوا دواء، وقسم منهم بيستفيدوا، وقسم ما بيستفيدوا، أظهرت الدراسات الحديثة أن هذا العرض ممكن كله أسباب كثيرة، واحد من الأسباب مثلا قصور القلب، إذا كان في قصور بالقلب تتجمع السوائل أثناء النهار في الرجلين، فبيجيك المريض، إذا تفحصنا رجل، فعنده ورم في الرجلين، انتفاخ في الرجلين، وهذا كله سوائل، كله ماء، مجمع في الرجلين، وقتما بينام، القلب يضخ الماء من الرجلين إلى الكلاوي، بيطلع في البول، فهذا أد ما أعطيته، هذا من أخذه، فلو ماكس، ما حيستفيد، هذا واحد، السبب الثاني هو المرضى يعني ارتفاع الضغط، بعض الأدوية لارتفاع الضغط، مدرّة، بعض الأجل، مثل كالسيوم تشانل بلوكر، ممكن أيضاً تسبب ورم في الرجلين، وتركم السوائل، في الشيء الآخر هو شرب الكحول، مثل ما قال شيكسبير في إحدى قصائد الشعرية، وهو أمير شعراء اللغة الإنجليزية، أنه أحد تأثيرات الكحول هي الروح الحمام، الكحول مدر، مرض السكري إذا ما كان مضبوط، أيضاً السكر وقت ينزل في البول، من الدم إلى البول، بيجر معه السوائل، السكر مدر، استيبابنيا، استيبابنيا بتاعة النوكتور، بس نصلحها باستيبابنيا، وأمراض الكلة برضو، وأمراض الكلة، إذا كانت في قصور خفيفة في الكلية، ممكن أن الكلية لا تستطيع تركز البول، فيصير البول ممدد على مدار 24 ساعة، فالآن صار عندنا القدرة أن أعراض، كنا نسميها أعراض البولستاتا، نقدر ندرسها طبعاً، بعض المرضى عندنا ضخامة، وهي سبب الأعراض، وبعض المرضى عندنا أسباب أخرى، دكتور ردوان، يعني الناس اللي جائعين من البدل إيس من الشر الأوسط، عندهم تدخم برسات زيارة شوية؟ نعم، هذا متضاخن برسات شائع عند الشعوب الجاية، قليلا بيكون تأثيرات عرقية وراثية، ناخد معينا محمد من بوستون، محمد مساء الخير، تفضل سيد محمد سؤالك، أهلا وسهلا، نعم، أعطى فترة Talking about trial . في البولة العرنةية ، تقول الإيمانات أنك يا ربار من حالة منطقة خارجة ويعيش في البولة العرنة ، حالة فترة ، لا تكون الحالة بعد مكان يجد في التعالى تنظري أي ورائقها. أنت أشكرت مما يوجد ليكي. ستنظر الإجتراعي، تنظر مما تحضير المعروفية. لأنني أعيش على حمد، أشكرت أن يوجدني لائك. قضل من رأس عليك لايوجد، يمكنني أن اخبر من المعروفية، أولا وضع؟ ساعة والعمروفي، حليثوهار أجاني، موسيقى 20 موسيقى وكل موسيقى لها لم يكن مستقبل موسيقى موسيقى هل هناك موسيقى لأنه موسيقى 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 شكرا موسيقى هذه الحالة معروفة في اقتصاصنا في اقتصاص جراحة مسالك البولية ممكن تكون على عدة اسباب واحد من اسباب ممكن يكون التهاب مزمن في البرستاتة اللي احنا ذكرناه في السابقان هو التهاب اللاجرسومي فهذا عبارة بيكون التهاب مزمن في البرستاتة النوع الثالث من التهابات البرستاتة ممكن يكون أيضا في بعض الحالات وهي حالات قليلة هي السل في البرستاتة اللي هو التهاب مزمن في البرستاتة ويجب أن تكون البرستاتة لا يبدو أنواع نوع موسيقى ممكن يكون أيضا أسبابه هو نوع من بعض التشوهات في البرستاتة ممكن يكون نسميه الرتوج أو الدافرتكولم هذا تجمع البول و تجمع الأشياء المرضى التي عندهم هالحالات هل يجب أن نعمل لهم فخوص متقدمة و فخوص دقيقة والسائل الكريم تتصل وسائل باللغة الإنجليزية بس بإختصار ستيرل بريوريا ستيرل بريوريا ستيرل بريوريا يمكن أن يكون لديه كثير من الواقع و يجب أن يكون لديه كثير من الواقع لكثير من الواقع بس برد دكتورة دوانزة ومتفضلت قبل كده ان احنا الواحد لو عنده التهاب مزمن في البرستاطة حتى الالوغورثومي ممكن لواحد يحلل البول والبول ما تلعش فيه بكتيريا بس عشان زال البرستاطة برد تفضلت زي الشجرة فممكن الميكروب يكون مستخبي في البرستاطة فاحنا ممكن نعمل له حتى الحالة المنوية ويطلع الميكروب موجود في الحالة المنوية فبقى السيمين تاست هو التاست مش اليورين تاست فاليورين تاست كل مرة بنحلله مش هطلع فيه ميكروب بس لو عمان ذا الحالة المنوية هنلاقي فيها الميكروب نعم هذا كلام صحيح وقويت نحن بنعمل ايضا زرع البول بعد المساج بنعمل مساج للبرستاطة وبعد المساج ممكن ان افرازات البرستاطة تطلع ونقدر نعمل له زرع وقويت من الوقت دي برضو مساج ذا الدكتورة دوان قالها دي حاجة بقى دكتور المسارك البولية او الدكتور العام يعني بيعمل يعني حاجة عن طريق الريكتب من وراء وبيعمل مساج البرستاطة وبعد كلا الواحد بيعمل التحيير بعدين شكرا شكرا ناخد معينا محمد بن نيويورك مش اخير يا محمد ايوا اهلا وسهلا تفضل سؤال حضرتك انا عايزة افقال الدكتور ردوان سؤال انا عملت العملية بتاعت الهيال براسوت كالفل دي من حول التلات السنين وآآ ندمان ان انا عملتها اه اولا اه مش عارف يعني رأي دكتور الاروان ايه ان بعد ما عملتها من العلاقة الزوجية ما بقيتش طبعا مزبوطة او يمكن تكون ما بقيتش مزبوطة خالف واجبنا انا لما كنت بتابع الدكتور بتاعي كان كل اللي بيعمله ان هو بيكتب لي على سيالس على فياجرا على الحاجات زي دي وهو برضو ما كادش بتعمل ايش علاوة على ان يعني اعتقد ان بقى هي حتة يقولوا على ايه ان الرغبة كمان ما بقيتش موجودة مش عارف هل انا انا كده انا اتفرضت صح ان انا عملتها ولا كان الاحسن ان انا ما اعملناش علم ان انا لما عملتها كانت لسه في بداية يعني كانت حوالي الدكتور لما عملت تحليل قال لي انها بنسبة حوالي عشرة في المية فانا قلت ايه اوكي يعني اعملها فانا يعني بقول يعني معقولة يعني العلم المهاردة طبعين وخمستاشر ما توصلش لأي حاجة غير ان هو المقارد استاذ محمد حردتك عملت العملية هنا في الولايات المتحدة او انا عملتها هنا في نيورك لثلاث سنين ايه اوكي شكرا يا فادم اه معاك فادم اه بعتقد الاخ الكريم عند سؤالين اول سؤال هل العملية الجراحية الاستقصال الكامل للبرستاتر كانت هي القرار الصحيح والسؤال الثاني هو موضوع الضعف الجنسي وضعف الانتصاب والعلاقة الزوجية وما هو الحل فبالخصوص السؤال الاول للاجابة على السؤال الاول بدقة في معلومات مهمة يجب الحصول عليها هي ما هي نوع السرطان ما هي درجته اللي نسميه the grade of the cancer شو هو المرحلة the stage stage and graded اللي نسميه cancer هذا بيقرر تماماً هو طبعاً عمره وصحته العامة وإلى آخره كل هالأمور مع بعضه بتقرر انه كان استقصال البرستاتر هو الحل الأفضل ولا كان في خيارات تانية والإجابة على السؤال بيكون هاي الآن هذا الشيء صار وصار كما يقولون في الأدب العربي لا تندم على ما فات فالضعف الجنسي شائع جداً عند المرضى اللي عملوا الاستقصال الكامل البرستاتر ونحن مثل ما تفضل الدكتور حسام لنا حلقة قادمة إن شاء الله لمخصصة لسرطان البرستاتر لكن باقتصار المرضى اللي عند منهم ضعف في الانتصاب وضعف الجنسي بعد استقصال الكامل البرستاتر هناك علاجات فعالة سواء بالأجهزة التعويضية أو بالعمليات الجراحية وتعيد الوظيفة الجنسية بشكل مرضي وشكل جيد وفعال هؤلاء المرضى غالباً لا يستجيبوا للعقارات مثلاً الفياغرا والسياليس بسبب أن استقصال البرستاتر يؤثر على الأعصاب ويؤثر على الدورة الدموية التي تغذي العضو الذكري فأنا نصيحتي للسائل الكريم أن لا يقاس لا هو ولا زوجته وهذا الشيء هل هو عم يشك منه يمكن علاجه بشكل فعال لكن في بارت بسؤال وقال بالآخر رغبة أنه حتى على البدد يفدي إيد الرغبة هيده إلا عليه عبر البرستات؟ أو أصرنا ما أسأله؟ ممكن نفسي نفسي أصرنا هون غالباً غالباً إذا الإنسان في عنده مهمة لا ينجح فيها بيفقد الرغبة فيها مثل واحد من مرضاي قال لي يا دكتور أنا كل ما بروح سكينج عم يصير معي حادث بطلت روح يعني هذا هو يتوجه الدكتور إيه يا أستاذ محمد الدكتور طبعاً مسالك متخصص في الموضوع ده والدكتور ردو نتكلم عن الموضوع بحاجة السابقة إن إحنا برضو نتكلم برضو يعني برضو القرار أنك أنت عملت العملية دي طبعاً ما نرش نحكم عليه بس الوقت فيه تيومور بوردس فهما بيحددهم فممكن القرار ليكون قرار صائب والموضوع برضو موضوع الأورام ده موضوع حياة وموت فطبعاً إنك أنت عملت العملية دي حاجة ما تندمش عليها موضوع اللي هو بقى لك ثلاث سنين بتعاني من الموضوع ده طبعاً فيه حلول موجودة وفيه زي الأجهزة التعوضية وإحنا عندنا عينين كتير جداً بيعملوا الموضوع لحياتهم بترجع حتى بقولك أفضل من الأول صحيح فطبعاً يعني تشوف دكتور مسالك متخصص في الموضوع فتشوف دكتور مسالك متخصص بيعمل العملية التوضعية الجاز التعويدي حياتك ترجع أفضل من الأول حل أن نفسها تتحسن والرغبة هتزيد والعلاقة الزوجية تتحسن أيضاً يعني بإختصار كلنا عمانشيب معلنا البروسطة بتتليش والكل اللي هو لازم فيه حل لكن فيه حلول فيه حلول جيدة وفعال فينا نصبر يعني اللي أخد معينا ست أم محمد بن واشنطن مساء الخير ست أم محمد ألو مساء الخير مساء نوري أهلا وسهلا بحضرتك سؤالك يا فندم والله أنا سؤالي للدكتورة بمساعد دكتورة كلنا مساء الخير أهلا مساء نوري أنا بس بسأل أن عندي الكلة من حوالي 6 سنين أو 7 سنين بتطلع وتنزل يعني كانت بالأول 1.5 بعد الرغبة 1.58 حاليا وقفة على 2.4 ساعات تطلع وساعات تنزل سألت الدكتورة قالت لي أني هي مش من الأكل من المية بس أنا عندي سكر وعندي ضغط وعندي تدخر في الأن هل ضايد يعني الحاجات دي هي اللي بتضر الكلة ولا حاجة تانية يعني وإيه الأكل اللي قدرت له إنها هي الكلة ما تتدرج أكتر منك شكرا محمد السؤال طبعا زي ما تفضلت موضوع معي إن كنت عندك زي السكر أو الضغط دي بتعمل حاجة اسمها فواضح إن حضرتك الكالية عندك بتاعت تتأثر من الأمراض المزمنة اللي هي الضغط أو السكر الوقتي أفضل حاجة تعملها لازم السكر بتاعتك يكون مزبوط بدرجة عالية جداً والضغط مزبوط بدرجة عالية جداً عشان نقلل المرحلة إن الكالية بتاعتك يحصل فيها أي تطهور بالنسبة للأكل هو بس الحاجة اللي هي البروتينات بس عشان البروتينات بيتزود الكرياتين عندك فإحنا الناس اللي بقى عندها اللي هو مرض مزمن بين الصحهم إن يقلل البروتينا عنده فطبيعا إحنا مليخد مثلا واحد واثنين من عشر لو أحد تأخذها من عشر جرام بروتين للكيلو مثلا لو أحد يأخذ سبعين أو ثمين جرام في اليوم مفروض ان تأخذها ثمانية يعني ثمانية من عشر يأخذها حوالي لوازن ستين كيلو مثلا حوالي خمسين جرام بروتين كل يوم فإذي الحاجة الوحية اللي بس في البروتينات تقليليها عشان تخلي وظيف الكريات بتاعتك متقلس بسرعة بالنسبة لقصة إنه عم يطلع الرقم بين واحد فاصل خمسة واثنين فاصل خمسة هي ذكرتي إنه عندك تضخم بالألف فممكن كتير إنتي عم تأخذ واحد من مدرات البول فحسب اختلاف نسبة المي بجسمك حتختلف الكرياتينيين بس واضح إنتي مجردو حكينا بالرقم واحد فاصل خمسة صنع عم نحكي فيه إنجري فيه جرح كبير بالكلوي وتأثرت قردي ناخد معاينا غالب من شيكاغو مساء الخير غالب علوم مساء الخير يفندم تفضل سؤال حضرتك شكرا تفضل يفندم بسؤيلة سؤالين أولا بالنسبة للبروستات شو الأسباب التي تعمل الالتهاب للبروستات وكيف أفضل غيرها تجيله لأنه معرفة أنه في اسم الدواء وكيف ممكن الوحيد يتجنب أعراض الالتهاب حتى لا يكون عنه الالتهاب ممكن لأنه صار مع الالتهاب لما غيرت متقلت من ولاية لولاية فما غيرت في هذه المياه ممكن تكون سرد أو لا نقطة ثانية بالنسبة للحرقة المعدة هل ممكن تكون صدق في رأس المعدة وإذا ما تعرجت يعني مش ممكن خلال مضاعفات إذا ما تعرجت السطر أو اللي بتساعد تؤدي لحرقة المعدة شكرا 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 أستاذ غالب طبعا طبعا السؤال الأول عن موضوع التهابات البرستاتة بس باختصار التهاب البرستاتة ممكن تكون لها أسباب عديدة ممكن تكون أسباب جرثومية ممكن أسباب بدون جراثيم ممكن تكون حتى ما في التهاب في الأصل ممكن يكون بستشنج في العضلات النصيحة للسائل الكريم أنه يراجع مختص في المسالك البولية ويخضع لي فقوس كاملة في ما يخص في البرستاتة بالنسبة للسؤال عن الحرقة في المعدة هل هي بتأثر؟ لا بالنسبة للحرقة في المعدة هذا موضوع متفصل عن التهاب البرستاتة الحرقة والمعدة نتيجة زيادة الأسيد ما إلا علاقة بالبرستاتة وبدك تراجع طبيبك مش هل تأخذ انتسد وتشوف هذا إذا صار له فترة زمان يمكن تحتاج لتنظير فيه كثير انتسد موجودين صاروا على الشلف وفيه بروتون بلاكر مثل البرايلو ساك والأمة برازول وكلهم بفيدوا بس السؤال إنه إذا صار لك أكتر من 6 سنين أو 5 سنين مفروض تراجع حكيمك لتشوف إذا أنت بحاجة لتنظير نحن بس الوقت بيقل معنا بسرعة ولسه عندنا حاجات كينا عزين نغطيها وسأل المشاهدين من الاسئلة كثيرة على الفيسبوك هنحاول نرد عليكم على الفيسبوك على الأسئلة بس عشان رأت عندنا نقصار عشان نخلص البرنامج مع الدكتورة دون الدكتورة دون لأت من موضوع تدخم بروستاتة هل الموضوع اللي بيقادي القذف سريع؟ نعم ممكن في بعض الحالات خصوصا عند الشباب في مقتبل العمر أنه بعض أمراض البرستاتة منها تضخم بروستاتة منها إلتهاب البرستاتة المزمن أن يقادي لتخريش وحصول القذف السريع وطبعا هذا علاجه في المضادات الحيوية بالأضافة لعلاجات أخرى ممكن يكون اللفاء إليه القذف السريع طبعا هو موضوع كبير وشائع وله مستثبعات وملحقات يستحق مناقشة أطفال منها كيف نعالج موضوع دخول البرستاتة؟ التضخم بروستاتة يمكن علاجه بأربع طرق مختلفة الطريقة الأولى هي اللي نسميها فقط المراقبة بدون أي معالجة دوائية هذا بيكون عن بعض المضال الأعراض عندهم خفيفة يعني مثلا بيقوم بالليل مرة وبيرجع بينام بسرعة وما بينقصوا النوم هذا ممكن إحنا نتركه تحت المراقبة وخلال كل نصف سنة أو كل سنة بيرجع مرة ونتابع الأمور العلاج الآخر هو العلاج بتغيير نمط الحياة يعني مثلا هل منسميه يعني التغييرات السوائل فمثلا من تخفيف القهوة القهوة معروفة أنه بتأدي للشهن يعني كل إنه الإنسان يطلع أكثر أكثر يعني تتعدد البلاد والإلحاح فكتير ناس من الناس عندهم ضخامة في بدايته ضخامة القرسات بيلاحظ أنه إذا شرب قهوة كتير بيصير عنده إلحاح بيصير إذا بد يروح الحمام بيبدأ يترك الاجتماع المجتمع عليه ويغلق التليفون إذا كان عم يحكي على تليفون يركض على الحمام طبعا العلاج ممكن أيضا يكون موضوع تخفيف الكحول تخفيف شرب السوائل في آخر ساعتين قبل النوم في عديد من الأشياء ممكن نحن نعملها لنخفف الأعراض بدون أدوية طريقة الثالثة من العلاج هي بالأدوية بالعقارات في أقراص في حبوب ممكن يأخذها الإنسان في عدد من حبوب هي حبوب ترخي البروستاتا بتخلي إنه تدفق البول يكون أسرع وأفضل وأسهل زي يا دكتور دوان مثلا مثلا في أدوية أمسة اسمة تامسولوسين ألفزوسين طبعا الأسماء التجارية هي فلوماكس رابافلو وغيرها ممكن إنه تساعد بأعراض البروستاتا في أدوية ممكن تصغر الضخامة البروستاتا تنكمش البروستاتا منها دواء اسمه فينسترايد أو بروسكار منها دواء تاني اسمه دوتسترايد أو أفودارت أفودارت وهي الأدوية المستعملة عند الموضوع عندهم ضخامة كبيرة في البروستاتا نحن منقيسها عادة بالفحص بالإمواج الصوتية بالألترا ساوند طب الأدوية دكتور رضوان اللي هي بتاعت الفلو اللي احنا نكلم نزيل الفلو ماكس والرابافلو دي لها أي مشاكل أو حال الأدوية دي؟ الأدوية هي بشكل عام أدوية يعني السليمين إلها تأثيرات جانبية أشهر بسيطة هي لكن أشهر تأثيرات الجانبية هو اللي يسميه القذف الراجع القذف الراجع يعني عند الممارسة الجنسية عوضا أن يخرج السائل المنوي إلى الخارج بالشكل الطبيعي بيرجع الوراء إلى المثاني وبيخرج بعد ساعة ساعتين وقت الإنسان بيروح الحمام بالتبول طبعا هذا الشيء يعني ما هو مضر لكن نتيجته إذا كان عم يفكر يجيب أولاد ما عندي يجيب أولاد وهذا التأثير الجانبي إذا توقف الدواء بيرجعه يعني بيزوله بيرجع الإنسان طبيعي طب العمل الجراحي الوقت هل فيه تدخل جراحي أو تدخل بروستاتا؟ نعم فيه هناك تدخل جراحي للبروستاتا الآن الغالبية العظمى من المرضى بالزمن التدخل الجراحي يمكن إجراء تدخل جراحي عن طريق المنظار سابقا كان هناك عن طريق الشق الجراحي الآن عن طريق المنظار وفي الليزر أو في التبخير لبروستاتا وهو ناجح جدا تبخير يعني صارنا عم نحكي هلأ منبخروها للبروستاتا؟ نعم هذا بنسميه بالكهرباء بحرارة عالية جدا الأنسج المتضخمة يعني عم يضيق مجرى البول تتبخر وتروح شكرا لك دكتور أدوان خلاص الوقت انتهى وحديث حضرتك شايق وممتع والأسئلة عندنا كتير فمنعتزر لمشاهدينا إن إحنا مقدرنش ناخد كل أسئلتهم وشكرا حلقة دكتور أدوان مش سيه النهاردة يعني كتت حلقة أكتر من ممتعة ومفيدة لأستاذ المشاهدين مش سيه دكتور حسين مش سيه دكتور علي وبشكر أستاذ المشاهدين وإن شاء الله بإذن نلقاكم في الأسبوع القادم وحيكون معانا دكتور مصطفى الخشابب وحتكون معانا الحلقة عن السكتات الدماغية نلقاكم في الأسبوع القادم ونتمنى لكم كل الصحة والعافية إن شاء الله وشكرا تصبحون على الفغير شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة